اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر مرحبا بكم بلا شك رونالدنهو على رأسي اشهر لعامل الفنات عندما كان يلعب في فريق برشلونة كان له معجبون كثر حتى ميسي لم يصل لهذه الشعبية في هذا الفيديو سنعرض الاهداف التي سجلها رونالدنهو والاهداف التي ساعد في تسجيلها ولكن قبل البدء بالفيديو والاستمراري هذا النوع من الفيديوهات ادعمونا باعجاب عشرا نبدأ بهدف عصري من اهداف رونالدنهو افضل فتراته عندما كان يلعب في فريق ميلان اداءه في تلك الفترة واهدافه وخصوصا هذا الهدف كان دليل على انه من امهر لاحب العالم تاسعا رونالدنهو فقط من استطاع تجيل هذا الهدف الذي اعجب كل المشجعين في الحقيقة لم يكن هناك لعب محبوب مثله ثامنا استطاع اظهر مهارة الفردية مهارة مع الفريق حتى في مواجهة اصعب الفرق فبالنسبة له هذه حرفة هذا الهدف يظهر كم هو لعب مهارة سابعا دائما ما يظهر رونالدنهو المشاهدين ماذا يفعل ومتى يفعل لا يتوقعه احد هو فقط ينفرد بالكرة ويسجل هدفا رائعا يضاف لقائمة اهدافه العالمية سادسا سجل الكثير من الاهداف عن طريق الضربات الحرة واذا وجد الفرصة لا يضيعها كان يختار الزاوية المناسب لتجيل الهدف وبيكل سهولة وكأنه يعاقب الفريق الاخر مثل هذا الهدف خامسا ها نحن نستمر في عرض اهداف رونالدنهو التي ادهشت العالم طبعا جمع كل اهدافه المميزة هو صعب جدا ولكن مثلا هذا الهدف الذي سجله لصالح برشلونة كان رائع بحق رابعا اهداف رونالدنهو الغريبة كثيرة كان دائما الحظ يلزمه فكان في الشوط الواحد يلعب بمهارة لا يتوقعها احد هذا اللاعب قد يجعلكم متحيرون احيانا ثالثا في الحقيقة كان يفعل الكثير لابهار مشجع برشلونة كان العديد من الناس ياتون من اماكن بعيدة جدا لمشاهدة مهارته عن قرب لم يكن يخذرهم ابدا وكان بشجاعته يذهل الجميع ثانيا كيف كانت تحب الفتيات رونالدنهو وهو غير وسيم وضعت تقريبا ثمانية عشر مليونا وسبعمائة الف فتاة صورته في حجراتهم هذا لان لعب الكرة قد يأثر قلوب الملايين حتى لو لم يكن وسيما هذا الهدف ايضا يصحق ان يدخل التاريخ اولا وصلنا لاخر نقطة جمعنا لكم الكثير من اهدفه الرائعة ولكن ليست كلها ونخدم بهذا الهدف الجميل الذي حير حارس المرمى وصلنا لنهاية الفيديو وبرأيكم هل رأيتم لعبا في مهارته وهل هو من افضل اللعبين الحاليين اشتركوا في القناة